بدأتم بتسيير رحلات طيران استثنائية لنقل الجاليات الجالية العراقية العامة اعتقد اليوم كانت طيارة بات شون تم هذا وإلى أي مدى سوف تستمر هذه الرحلات أكيد إجلاء المواطنين العراقيين من أغلب الدول المتواجدين بيها خصوصا العالقين مثلما تعرفتها بعض الأخباء العراقيين وصلوا للمملكة الأسباب متعددة أما أسباب العلاج أو الزيارة أو حتى يسافرون دولة أخرى وصارت أزمة كورونا والقوانين التي اتخذتها الحكومة الأردنية فعلقوا وكلما طول الأزمة كلما الوضع صعب يصر لهم فصارت مناشدات تواصلنا مع الأخوة في وزارة خارجية العراقية للأمانة معالي الوزير دكتور حندق الحكيم متابع شخصيا أوضاع الجالية من خلال السفارات تواصلنا مع خلية الأزمة في بغداد وصار قرار أجلاء العراقيين الموجودين في الأردن قبل حوالي أسبوعين أخلعت طائرتين من عمان إلى بغداد كان على متنها أتقدر 300 وكل طيارة 156 مسافر نعم اليوم كان طيارتين طيارة إلى أربيل وطيارة إلى بغداد نعم وإن شاء الله بكرة أيضا في طيارتين والأسبوع القادم إن شاء الله اليوم أنا تكلمت مع معالي وزير النقل الأستاذ عبدالله الأيبي ورجل كان داعم طلبنا أنه أعداد الجالية كبيرة في الأردن إلى أردن بيها ثقل في ثقل ثقل كبير نعم وده نحاول وده نسعى أنه نخفف يعني أكبر أكبر قدر ممكن من هذا العبع على العالقين فإن شاء الله الأسبوع القادم أيضا في طيارات الأسبوع الجاي أكو رحلتين أكو رحلتين إن شاء الله الأسبوع القادم فمجمل سيكون أكثر من 1400 عراقي أيضا عن طريق البر كان أكو إجلا أنا سمعت عن طريق البر يعني الآن المواطن بالبر إلا موافقات له ممكن يأجر سيارة عبر الحدود لا هي طبعا مثل ما موجود في العراق كخلية أزمة موجودة هنا مركز دارة الأزمات في الأردن فالصير عن طريق السفارات المعنية يعني المواطن يقدم طلب لكم أكيد يقدم تواصلوا إيانا من خلال مواقعنا من خلال الموقع السفارة التليفونات موجودة الخطوط الساخنة فيتواصل من خلالنا نطلب من عنده نسخ جوازات وإذا كان عنده سيارة خاصة فأيضا نطلبها مذكرة رسمية إلى وزاعة خارجية الأردنية وبعد ما تحصل الموافقات يصير تنسيق للسفارة عن طريق البر يعني يوم أمس تقريبا أجلينا بال100 شخص كان تعاون من خلال يعني سيد المحافظ الأنبار سيد علي فرحان يتواصلنا بشكل مباشر نعم والحمد الله يعني خلال الفترة الماضية تم إجلاء تقريبا 150 تقريبا أمسين تقريبا أمسين تقريبا أمسين